أهلاً وسهلاً بحضراتكو في برنامج الميزان البرنامج اللي بينقش أهم القضايا القانونية الشائكة واللي بتهم الشارع المصري وحلقتنا النهاردة حتكون عن الإيجار الإيجارات، الإيجار القديم، والإيجار الجديد ويسعدني ويشرفني أن أرحب بديفي النهاردة المستشار القانوني هشام المنير المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العالية حاصل على دراسات في القانون المقارن ومستشار التحكيم الدولي وعضو اتحاد المحاميين العرب أهلا بحضر إيساك أهلا بك عايزين التكلم الأول نعرف بس الفرق بين إيه الإيجار القديم وإيه الإيجار الجديد هو كمقدمة برضو بسيطة من 100 سنة يعني من سنة 1920 لغاية 2020 صدر 15 قانون خاص بيناقش العلاقة الإيجارية والعلاقة بين المالك والمستقر آخرهم كان القانون 49 لسنة 77 واللي انتهى العمل بيوم 30 1 1996 بدأ تطبيق قانون تاني خالص اسمه القانون 4 لسنة 96 ما قبل 4 لسنة 96 ده اسمه إيجار قديم وله أحكام خاصة وبعد القانون 4 لسنة 96 اللي هو بدأ تطبيقه من يوم 31 31 1996 ده اسمه قانون جديد قانون جديد قانون جديد طب ايه بقى الأحكام والشروط بتاعة القانون الجديد هو الاتنين علاقة تعاقدية بيحكمها القعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين المتعاقدين لكن الاختلاف انه في مبدأ اسمه مبدأ الامتداد القانوني وليس التعاقدي القانوني تعاقد الإيجار ده كل ما كل علاقة إيجارية خاضعة للقانون 49 لسنة 77 يحكمها المبدأ ده يعني مسألة مدة العقد مهما المتعاقدين اتفقوا على مدة في مدة أقوى قانونية أو أثر قانوني أقوى من الأثر التعاقدي هو اللي حكم مدة التعاقد اللي هو ايه الامتداد القانوني أصبح كل عقد محرر قبل في ظل القانون 49 لسنة 77 قبل قانون قبل القانون 4 لسنة 96 كل عقد حرر في التوئيد ده ممتد بقوة القانون مهما كانت المدة يعني لا يمكن انهاؤه لانتهاء مدته ولكن لأسباب أخرى ممكن لحد وقتنا نتعاق لا ما بعد 4 لسنة 96 ده بقى العقد شريعة المتعاقدين وفي حرية مطلقة في التعاقد بما لا يخالف النظام العام والأداب حرية مطلقة في التعاقد بمعنى إن إذا اتفقوا على مدة المدة دي التسري في حق المتعاقدين تمام تمام سعادة المستشار بس كنت عايزة سأل حضرتك عشان في مشاهدين كتير ما يعرفوش معنى المشاهرة وطبعا المشاهرة موجودة في ما قبل 96 وما بعد عام 96 فحضرتك توضح لنا بس عفوا الفرق عشان بس المشاهدين هو أصل كلمة مشاهرة يعني العقد منعقد لمدة شهر وهي المدة المحددة لدفع الأجرى منعقد لمدة شهر في القانون الجديد يبقى شهر طب في القانون 49 لسان 77 أو في القانون القديم الشهر بيمتد بقوة القانون إلى مالة نهاية أو إلى توقيتات أخرى غير اللي هما متفقين عليها غير اللي هي مدة الشهر إذن كلمة مشاهرة لو وجدت في عقد محرر في ظل القانون 9 من قبل 96 العقد بيمتد ما بعد 96 ودي الحاجة اللي فيه كتير ما بياخدوش بالهم منها إذا ذكرت كلمة مشاهرة كمدة للعقد في أي عقد خاضر لقانون 4 لسان 96 يعتبر العقد منعاقدا لمدة شهر فقط فقط شهر فقط آه وتسري هذه المدة في حق المتعاقدين ويحق للملك إنه يطلق المستأجر في الحلبي طيب هو الإيجار بقى المفروش ما بين الإيجار القديم والجديد وضعه إيه؟ إحنا لا ده إحنا هنقول حاجة جديدة خالص بقى في البرنامج ده تفضلي الإيجار المفروش اعتباريه كده موحد في القانونين ودي حاجة برضو مفيش كتير يعرفوها الإيجار المفروش في ظل القانون 49 لسنة 77 ليس من العقود الخاضعة لمبدأ الامتداد القانوني لعقد الإيجار يعني زيها زي الإيجار الجديد زيها زي الإيجار الجديد حتى لو أنا مستأجر من مدة قبل 96 تابع للقانون القديم لو شقة مفروشة لو مؤجر مفروش بالمدة أشقة أو نشاط تجاري أو مهني أو حرافي أو أيام مكان النشاط يعني سواء كان سكني أو غير سكني طالما أذكر كلمة مفروش طبعا لها شروط عشان يتم العمل بها يجب أن يكون الفرش جدي ومتلائم مع استخدام العين يعني يجب أن يكون الفرش متلائم مع النشاط ما ينفعش أن أنا أأجر محله ولمجرد أن أنا أكتب بس كلمة مفروش فيه أقول أنه هو وبيه فرش عبارة عن ترابيزة مثلا الترابيزة مش متلائمة مع أي نشاط ويكون صالح للاستخدام يعني هو ملائم والملائمة هنا ملائمة زمنية بمعنى إيه؟ الفرش بتاع مطعم أو ورشة في سنة 2020 مش هو نفس الفرش بتاع ورشة أو مطعم في سنة 70 أو في سنة 80 أجيد الفرش هنا مختلف عن هنا المعدات هنا مختلفة عن هنا فالمتلائم في زمن معين قد لا يكون متلائم في زمن آخر وده عشان ما يتعرضوش لمسألة صورية الفرش وصورية الفرش برضو ديت لها قصتين فيه صورية مطلقة وصورية نسبية إن كلمة الفرش مفروش يعني ببساطة كده إن الفرش يكون ملائم بالنسبة للزمن استعمل عين أو بالنسبة للزمن عايز أوضح بس المشاهدين بالنسبة للزمن اللي توقع فيه العقد يعني أنا وقعت العقد مثلا من 30 سنة يبقى الفرش مناسب للاستخدام من 30 سنة مش من وقتنا الحالي صح كده ساعة المستشار؟ تمام طيب نبزة سريعة كده عن الإجار بتاع الأشخاص الاعتبارية نوضح برضو لمشاهد إيه هي الأشخاص الاعتبارية؟ أول قانون القانون المدني صنف العلاقات في المجتمع إلى نوعين من الأشخاص أشخاص اعتبارية وأشخاص طبيعية الأشخاص الطبيعية اللي هم أنا وحضرتك والمشاهدين أشخاص طبيعية الأشخاص الاعتبارية هي الكيانات، الشركات، البنوك، المؤسسات دي اسمها أشخاص اعتبارية وكان نص مادة 18 يعني دي أشخاص اعتبارية مثل مصالح حكومية؟ لا يا دي المصالح الحكومية زيها زيها يعني بتدخل تحت كلمة الأشخاص الاعتبارية إنما مش كل كلمة الأشخاص الاعتبارية هي المصالح الحكومية دي كانت دخلة دي كانت بيتربطها علاقات إيجارية مع أشخاص طبيعية في الزمن الفائت العلاقات الإيجارية دي كانت بتخضع أو بتاخد نفس حكم الأشخاص الطبيعية مع الأشخاص الطبيعية وبالتالي كان العقد بيخضع للامتداد يعني الإيجار كان ممتد كان ممتد زي الإيجار القديم وما يدفعوا 2-3 جنيه في الشهر ومصالحة حكومية أو بنك كبير يدفعوا للمالك في الآخر 2-3 جنيه في الشهر وب30-40 سنة والمالك مش مستفيد بالمضبوط كده؟ بالزبط كده بداية بس كده أو ملحوظة كده إحنا عندنا أكتر من 12 مليون وحدة سكنية في مصر غير مستغلة غير مستغلة إزاي بقى؟ غير مستغلة يعني مغلقة يعني أنا كنت مأجر شقة إيجار قديم وقفلتها واشتريت في مكان تاني أو انتقلت المعيشة في مكان آخر وخلص الشقة دي بالنسبة لي أفلتها سببتها عملها مكزين أعملها أي حاجة ما بستفيدش منها ولا غير بيستفيد منها وهي مغلقة على الفاضي طبعا في بعض المستأجرين على أمل أنه هو ياخد خلوه من المالك عشان يقدر يسيب الشقة أو كلام من هذا وفيه ما بيردوش فيه معنى مستفيد بالشقة بتاعتي وبدفعتين ثلاثة كأنها تمزيك بالزبط بالزبط كده أعمل والمشكلة أنهم ما بيبقاش في حاجة إلى المكان ده فده إحنا عندنا كده طاقات أو كنوز معطلة في البلد كنوز معطلة حقيقي يعني اللي هو الشقة المغلقة من غير آه صحيح فيه ناس من المستأجرين الأدام يعني يعني يستحقوا أن هم يبقوا مستأجرين ومحتاجين برغم أن برضو اعتراضي على مسألة أن يجب أن يبقى المستأجر مثلا أنا مستأجر بقيمة معينة مثلا بثلاثة جنيه ولا بخمسة جنيه أصبحت لا تتلقم مع الزمن اللي أنا فيه بقى بيني وبين المالك يبقى فيه مسألة تعويضية بيننا وبيننا سيادة المستشار يعني الواضح أن فيه صراع دائم بين المستأجر والمالك لأن فيه بعض الأشخاص من المستأجرين بيكونوا يعني محتاجين فعلا أن هم يدفعوا 2 جنيه في الشقة وفيه بعض الملك المسألة واحد بتلاقيه عنده عمارة فيها 16 شقة 20 شقة ومش مستفى بحاجة وعايز يجوز ابنه مش لاقي مش لاقي شقة يجوز فيها ابنه فعلا ولا هو لاقي ممكن يكون مش لاقي يصرف كمان لأنه كل اللي بيلمهم العمارة اللي تجيب له 2-3 مليون لو بحها ومش عارف يبحها حيلمي في الآخر ألفين جنيه في الشهر أو كمان دا لو لم ألفين كمان ميش يا ساعة المستشار هو أنا كنت عايز أسأل حضرتك تغيير النشاط ممكن يعتبر سبب من أصباب الطرد يعني أنا مثلا دلوقتي محل شغال سوبر ماركت مثلا أو جزار أنا غيرت وقفلت وفتحت نشاط تاني خالص دا ممكن بقى الملك يتردني ولا؟ أنا لسه أيل حالا أن القانون صنف الأنشطة إلى أربع فروع كبيرة يعني أربع فرع كبيرة تجاري، صناعي، مهني، حرفي تمام؟ لو تم تغيير النشاط داخل الفرع دا نفسه يعني التجاري بقى تجاري أيا كانت السلعة تجاري إيه بقى بس معلش يعني أنا ببيع ليكن محل أحذية وحولته إلى مسوغات ذهبي دا تجاري ودا تجاري إنما لو حولته إلى مثلا هو كان أحذية فأنا حولته إلى إصلاح أحذية أصبح حرفي دا بند تاني كده المالك يقدر يترد أقدر أترده من خلال تغييره للنشاط لأن كلمة نشاط اللي هي بمعنى الفرع الكبيرة عفوا سيادة المرتشار معنا اتصال تليفوني ألو 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 أم محمد تفضلي شكرا سلام عليكم عليكم السلام تفضلي لو صنحت أنا كنت عايزة فأل سيادة المرتشار هقول له أنا كنت أتكلم شقة إجار مفروح وبعدين تلعت من شغلي ومحتشترتها بالمبلغ اللي خدته تلتها تمليج وبعدين فأنا إيه كتبتها بإسمي فأنا عايزة إيه وفجلت العقل فأنا عايزة إيه أكتبها لبني يعني أديها لبني مثلا لما أنا توفق أديها لبني ينفع أكتب له تنازل بينه وبينه وأنا لازم أبيع طيب يا فندم هو حضرتك اشتريتيها أصبح دلوقتي في حلول أصبح في حلول من صفتك مستأجرة إلى صفتك مالكة حضرتك دلوقتي عايزة تنقلي ملكيتها لابنك ولكن بعد الوفاة أه ابني متجوز وفاكن برا عايزة أنقل ملكيتها بس إن هو يبقى يخدها تمام بس بعد الوفاة أه أكتب له تنازل يعني ربنا يديك العمر يا أه يديك لا هو حضرتك اللي احنا ممكن نعملس الخلاجين شكرا يا أمم محمد شكرا في أي سؤال تاني أو أي استفسار أه نعم حضرتك تحبي تسألي أي سؤال تاني لا شكرا تبقى الخير تحبيتك شكرا هنأرض على حضرتك دلوقتي تفضل هو حضرتك بصفة عم التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت غير جائزة قانونا أي تصرف يضاف إلى ما بعد الوفاة غير جائز قانونا إزاي ساعت المستشار؟ يعني ما ينفعشي إن أنا أبيع أكتب عقد بيع لابني يسري بعد موتي بس ده في ناس كتير بتعمل كده؟ لا ما هو ده الخطأ ليه؟ العقد هنا بيتحول لوصية والوصية لها أحكام مختلفة عن البيع الوصية لا تسري شي أكثر من السولس ولا وصية لوارث معايا؟ يعني العقد ده باطل يعني في ناس كتير كتير لا هو بيتحول هو بيتحول من عقد بيع لوصية ولكنه يبقى وصية يبقى وصية بأحكام الوصية طيب إيه الحل في مشكلة الست محمد؟ الحل إن أنا عندي فيه حقوق معلش ساعة المستشار بس هنشوف تليفون بعدين نجول السلام الماضي السلام السلام الآوا الماضي السلام السلام الماضي الشيكات ó شعر نعم بتسقط بعد عشر الحكم انا هرد عليه تمام اوكي هنرد على حضرتك دلوقتي اجاو بس الستة محمد سريعا في حقوق متفرعة عن حق الملكية زي حق الانتفاع هي ممكن تبيع لابنها وتحتفظ بحق الانتفاع بالعين لحين وفاتها هي بتحتفظ بحق متفرع من حق الملكية وليس حق الملكية يعني هي هتتنازل معلش بس لشان ناصل البسيطة هي هتبيع ولكن هتكتب في العقد ان هي لها حق الانتفاع حتى الممات تمام كده ده كده يبقى بيبقى حق بيع نافذ وحق الانتفاع طب هو لو حد يبيع الشقة وهي لسه عادة فيها مثلا حصل اي ظروف يسري البيع الجديد بتاعه محملا بحق الانتفاع اللي لوالدته يعني برضو يوم محمد هتتضلي قعدة في الشقة مهما حصل بالزبط كده تمام بالنسبة للسؤال بتاع الشكات او الشكات بتسقط او مش موضوعنا بس كلمة السقوط والانقضاء فيه فرق في القانون او قانون العقوبات فرق بين كلمتين كلمة انقضاء جريمة وسقوط عقوبة انقضاء الجريمة اذا كانت الجريمة جنحة لان الشكات بصفة عم جنح انقضاء الجريمة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة او علم المجن عليه بارتكابه ده الجريمة اللي هي الجنائي الجريمة في الحالة دي اللي هي الجنحة كلمة جريمة دي بتشمل الجنح والجنيات والمخالفات الجنحة الجنحة دي بتسقط بتلات سنين وبلا شروط ولكن ده في مرحلة ان احنا بنتكلم عن جريمة طيب لو ان صدر فيها حكم نهائي اصبحنا ونتكلمش على جريمة بنتكلم على العقوبة يبقى بنتكلم عن كلمة سقوط عقوبة وسقوط العقوبة بيبقى في الحالة دي خمس سنين مش تلات سنين وخمس سنين يجب ان يبقى فيهم شرطين الشرط الاول عدم ارتكاب المتهم لجرائم ممثلة خلال الخمس سنين وعدم خروج المتهم خارج البلاد خلال الخمس سنين ولكنه مختفي يعني الحكم صدر وهو مختفي تمام بس جوه مصر جوه جمهورية مصر العربية خرج برا لمدة سنة السنة دي بتستقطع من الخمسة يكملها مش بيبدأ عد من جديد ستة يعني بدل خمسة ستة تمام كده يعني مش بنبدأ دي فيه فرق بين الوقف واللي مقطع دي في القانون يعني هم خمس سنين مش عشر ولا خمستاشر لا ولا عشر ولا خمستاشر ثلاثة في حالة ان الحكم مبقاش نهائي ودي بلا شروط خمسة في حالة ان الحكم نهائي بشرطين عدم ارتكابه جرائم مماثلة تمام الشرط التاني عدم خروجه خارج البلد بس هو ساعة المستشار الخمس سنين اي جريمة يعني لا احنا دلوقتي بنتكلم عن جنح شيكات بدون رفيد الجنايات حاجة تانية دي ليها قصة تمام تمام وصولات امانة وصولات امانة جنح جنح كل ما هو مصنف جنح يعني كل ما لم تتجاوز عقوبته حبس ثلاثة سنوات العقوبة ما تجاوزتش بنص القانون ما تجاوزتش حبس ثلاثة سنوات ده جنح اللي تجاوز بقى اخد تصنيف تاني او خد قيد اخر اللي هو جنائي تمام معناته سؤال عزة من الجيزة قالو السلام عليكم فاندين اهلا استاذ عزة فضالي انا عندنا بنت معذرينه سنة واحد وستين بنت معذرينه سنة واحد وستين والحسيد ساكن قاعد في البن يعني معلش هو بنك وجنبي دكاكين البنك ما نزعط بنك وجنبي دكاكين فسغلوك نخدم والدكاكين الحسيد قاعد فيها فهل ممكن نحن نضغط الحسيد ولا لأ تمام ساعة المستشار هيرد على خضراتك بالوحيد هو في الحالة دية يجب ان العقد نفسه يتشاف ببنوده تمام الحاجة التانية بالنسبة لقضية الحفيد دي صدر بشأنها قانون خاص وقانون خمسة لسنة سبعة وتسعين ده قانون مختلف خالص اتكلم عن مسألة توريس عقد الإيجار قال انه بيمتد لوريس واحد للمستاجر يعني في مجماله كده ببساطة قال ان العقد يمتد لوريس واحد بعد المستاجر الأصلي يعني المستاجر الأصلي توفى وريس واحد بس وليه ينتفع مش هنفضل اللي ينتفع الحفيد ثم الحفيد ثم الحفيد لا دي حاجة الحاجة التانية بالنسبة للمسألة استغلاله كمخزن دي اذا كان فيها تغيير النشاط من عدمه دي يتيجب ان العقد نفسه يتشاري معنا سؤال جالنا دلوقتي هو في محل تجاري تم الحاجز عليه من البنك على حسب مفهمتي يعني حاجز إداري وليس عقاري وسبب الحاجز كان السحب من البنك تمام كده قرد سحب على المكشوف من حسابه مش قرد فهل يمكن ان احنا نبيع المحل تمام مزبوط كده السؤال تمام خدر صحيح المستشار هو دلوقتي دي قضية كبيرة شوية يعني سريعا يعني المحجوزات المحجوزات بيظل ملكيتها لصاحبها ولكنها لا تكون خاضعة له تمام لا يده يده عليها يده عليها يده عليها يده امانة يده على الشيء هو امين عليه وان كانت لسه في ملكه بمعنى ايه ان بعد اما الحجز ده الحجز ده نهاية الحجز ايه بيقى بالمزاد العلن ايه البيقى بالمزاد العلن اللي يكون البنك له 100 ألف جنيه ده الحجز الإداري ده الحجز الإداري نهايته بيقى بالمزاد العلن طيب البنك له 100 ألف جنيه المحل جاب 200 ألف المئة ألف التانيين دول هيروحوا فين للمالك مش هيروح لا هيروحوا للمالك بس بعد أن البنك يأخذ حق أصبح الملكية بتظل للمالك ولكن يده مغلولة لأنه يده على المكان دا يعني مثلا لو حبيب ينتفع بحق انتفاع أنه هو يفتحه يأجره هو حاليا مجرد حارس أشياء يعني لا يمكن تأذيره هو حارس أشياء أو حتى أنه هو يفتحه هو حارس أشياء هو حارس عليه معين حارس لا يمكن أي حق للتصارب بيخلص الحجز دا وبعدين بيسترد بقى لا يملك الحجزة الكاملة على العين تمام تمام سعدت المستشار طيب هل يؤثر تاريخ التعاقد تاريخ التعاقد قبل الإيجار القديم والإيجار الجديد هل تاريخ التعاقد دا بيؤثر على كلمة المشاهرة طبعا نحن نستقللين من كلمة مشاهرة لو كتبت لو دونت في عقد قبل واحد وتلاتين واحد ستة وتسعين بتخضع للامتداد القانوني العقد الإيجار طب لو دونت في عقد بعد تلاتين واحد اللي هو من واحد وتلاتين واحد الف وتسوماستة وتسعين بيعتبر العقد منعاقدا لمدة شهر لأنها معنى الكلمة دي شهر أن مدة الإيجار شهر عليش المقرر على حضرتك الأكيلا لأن الناس البسيطة اللي بتتفرج علينا لا طبعا نحن هي بمعنى مشاهرة يعني ايه يعني أنا هأجر من حضرتك المكان ده شهر بشهر دي معنى كلمة مشاهرة شهر بشهر ده معنى كلمة مشاهرة إذ أصبح العقد منعاقد لمدة شهر واحد شهر في القانون الجديد اللي هو أربعة سنة ستة وتسعين منعاقد لمدة شهر معنى اتصلت لفوني محمد عليكم السلام عليكم عليكم السلام تفضل والله العقد كاتب مستشار للوقت أبنى عن صاحب البيت وعندي شهر إيجار قديم سمعيني حضرتك أيوة سمعينيك تفضل المهم الساكن اللي فيها ربنا كرمه وبنى عمارة طبعا نحن مش عادين في البيت يعني والبيت بتاعنا سمعيني حضرتك بس مش عادين فيه المهم راح أعدكو في الشقة سمعيني حضرتك وطلع بنا بيت جديد وأعدكو بنا عمارة بقى بنا عمارة آه وقعدكو المهم إينا قلنا للسكان يشهدوا معانا مرضوش المهم جاء له أشهود دور وثبت إنه هو مقيم مع أخوه من أول ما سكن بس احتراما لأخو في جديد عاد تتكب باسم أخوه طبعا الكلام ده مش طبيع لإني كان يدوقته موجودة إزاي أنا هنقعد شاب مع أخويا المتجوز دمعاني حضرتك المهم هو الثبت في الشقة وقالها فنتاهد عليكيه بعد فترة بعد فترة راح اشتكانة لطلب بعلاقة إيجارية إن أخو خلع إنه هو عاود ياخد عهد إيجار فطبعا والدي يا يميع سأل واحد مستشار خلو اطلب منه اليمين الحاسمة هو وأخوه دمعاني حضرتك طلب من اليمين فطلب واحد مستشار كتابها الوالد وقدمناها في المحكمة في الابتدائي قالك اليمين دي ايه كايدية دمعاني واترفض ومخلوش القاضي يحرف اليمين قلنا انت خلناها في تينات قالك ايه قبول اليمين شكلا وهفضوا موضوعا المهم تتآخر انت معايا حولناها النقط راحت النقط قعدت حضرتك سبعة وعشرين سنة أو تلاتين سنة سبعة وعشرين سنة آه قعدت الكلام ده من تاسعين اتحكم في سنوة سبعة عشر اتحكم هو بقى حضرتك ده قاله عشرين سنة ما بيدفعش الإيجار الإيجار ملالين يعني خمسة جنيه ما بيدفعش الإيجار حضرتك المحامد قال لي قال لي هو ما بيدفعش الإيجار علشان انت تشتكيه وانت بتعترف به اللي هو اللي قاعدت العيد وفي نفس الوقت بيدفع كهرباء وبيدفع مية وبيدفع غاز ولوما سألت المحامد الوقت ولكن الإيجار ما بيدفعش حتى إنزار يعني لو هو بيحطه المحتمى كان هيجيل إنزار انا اول ما اشتكيه استاذا هيحط لي الإيجار القلون زالب المفروض واحد بيأكل وبيشرب وينم مع امراته وقاعد مع عياله وبيدفع كهرباء بالبيتين وبالطمية وبيدفع كذا لما أنا أشتكيه في المحكمة إنه بقاله عشرين سنين ما ادفعش الإيجار ده استعباط ما هو ده اللي بنقشه النهاردة في حلقتنا يا أستاذ محمد احنا مش عايزين يكون في ظلم إنما أنا لا أولش تقول ما هشتكيه حي دفعلك الإيجار وكما قالوا لي حتاخد آخر خمس سنين اللي قبل كده صعت عليك هنجاوب على حضرتك دلوقتي حضرتك سحبب سأله أي سؤال منبقى هو خلاص هو حسم الموضوع خلاص هنجاوب على حضرتك دلوقتي حسم الموضوع بأن الموضوع داخل بس هو فيه نقطة خلاف فيه ناس كتير بتفظلم من المستأجرين ومن المولاك وده اللي لحنا بنتكلم فيه فيه نقطة خلاف هو قالها دلوقتي قال إن محكمة المقدة حكمت له وفي نفس الوقت هو خايف يشتكيب الإيجار فيعترف به طب ما إذا كانت محكمة المقدة حكمت له يبقى هو بحكم المحكمة تم اللي اعترف به يبقى ما فيش ما يمنع أو إيه المبرر إن أنا أفضل عشرين سنة ما طالبش بإيجاري لأ ده أنا أطالبه أطالبه بإيجاري ولكن أنا لا يجوز لي أن أنا أطالب بأكتر من خمس سنين لأن الحقوق الدورية المتجددة بتسقط بمدة خمس سنين بعدم المطالبة به الحق فيها بيسقط الحق في المطالبة بيسقط بمدة خمس سنين بس هو لأن الفهمتم من الأستاذ محمد إن هو أحاسس بالظلم هو مش فارق مع الخمسة جنيه هو الخمسة جنيه حياخدها مثلا كل شهر حيامل بها إيه عفوا لساعة المستشار هي في السنة ستين جنيه بالضبط هو مش بيتكلم هو الرجل يعني بيتكلم إن هو أنا مظلوم أنا دلوقتي الرجل التاني ده المستأجر عنده عمارة وده لفهمتم من كلامه ومقعد أخوه في الشقة عشان هو مستخصر هنا هي أزم الضماير خلينا نعترف أزم الضماير هو قال شهود زور وكلام من ده وبعدين مش حاجة اسمها يمين حاسمة كيدية ليه اعتراض على مسألة توجيه اليمين الحاسمة لأن في القانون اليمين الحاسمة هي آخر وسيلة من وسائل الإثبات يعني إيه آخر وسيلة إن أنا بحتكم إلى زمة خصمي ما هو باليمين الحاسمة أنا بحتكم إلى زمة الخصم يحلف أو ما يحلفش ولو حلف أضاع حقه عفوا نسيوات المستشوار معناك تصوى ألو فاطمة أيوة سلام عليكم عليكم السلامة اتفضلي ممكن بس أقدر المستشوار بحاجة أه طبعا اتفضلي إحنا كان عندنا قضية ورثة تبع الوقت والمحامة دلوقتي يعني أخذ حكم بيها بس مش باقينا أي وراء بكل شوية مطوحنا المحامة دي إحنا نعمل فيه يعني أو نتعامل معاه إزاي أنا مش فعا ممكن توضحي أكتر قضية ورثة تبع الأوقاف قضية ورثة تبع الأوقاف أه في المحامة دلوقتي المقومين إحنا كل شوية قلنا يعني أخذنا الحكم بيها بس مرة نصرت الحكم كل شوية قلنا الشعر الجاية تطرفه الشعر اللي بعدها تطرفه طب ممكن حضرتك تتواصلي مع مكتب المستشوار وحنزل حاليا الأرقام هتنزل على الشاشة شكرا لك شكرا نكمل سؤال برضو أكمل بس النقطة الأخيرة دي إن مسألة الاحتكام اللي يزمت خسمي دي بيسقط بها حقي بعد كده في أي وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى هي آخر وسيلة القانون حطها للإثبات بمعنى إن أنا لو التجأت إلى هذه الطريقة من الإثبات لازم تخسمي معلش حضرتك بس تتادي النقطة دي تاني لأن اليمين الحاسمة لا يجب اللجوء إليها إلا عندما أعجز تماما عن الإثبات تماما تضيع وتتل كل حيالين تماما لأن في الحالة دي بيتلتب حاجتين الحاجة الأولية أنا بحتكم إلى زمة خسمي فإذا كان في خلل في ضميره هيضيع حقي طب النقطة التانية إيه؟ إن أنا يضيع لي حق الاستقناف دي حتى حق استقناف الحكم لا يجوز لي استقنافه لا يجوز لي استقنافه لأنه مش هيبقى عندي جديد أقدمه وهيبقى يضعه لوقت المحاكم بقى في الحالة دي لأن أنا خلاصا استنفذت كل الوسائل إذن باختصار أنا لا يجب أن أنا أترك يعني مصالحي إلى زمة الخصم ولا أترك حقي يعني أنا بقوله اللي قاعدني 20 سنة من غير مطالب بدلي ما هنضع عليه وفي نهاية دخص بالزبط بالزبط لا أطالب بحق ثم إن 27 سنة الأستاذ التان بيقول عليهم أو أستاذ محمد أو في محكمة النقد دول يا أستاذ محمد المسألة إن فيه كل نقد بيتعمل بيتعمل فيه شق مستعجل وإذا لم يتم تقديم طلب إلى هيئة المحكمة محكمة النقد بتعجيل الدعوة وتحديد جلسة لها آه فعلا بتفضل مركونة مش هقول لا لكن بتنظر في حالة تقديم طلب يبقى التراخي في التراخي اللي حصل حصل مننا هو واضح إنه كان متراخي آه مظلوم بس كان متراخي بدليل إنه ما طالبش بالإيجار اللي مدته أنا مش عارف يا أستاذ محمد أنت يعني ده خسم إزاي تسيب له حتى لو جنيه مش خمسة جنيه إزاي تسيب له خمسة جنيه كل شهر يعني حتى بس هو سؤال هنا يعني العقد ده ما فيهوش أي صغرة تقدر تطلع على الأستاذ محمد ويسترد لا ما هو على حسب العقد بص يا حضرت يعني لو محمدتك تشوف العقد آه هو لجأ لمحاكم يعني وبالفعل لجأ لمحاكم أو دخل لمحاكم وصدرت أحكام تمام وبما أن صدرت أحكام أنا طبعا إحنا بنتكلم دلوقتي أنا مش عارف الأحكام دي منطقها إيه ومتعلق بإيه بالإضافة لكده أنا معرفش بنود العقد إيه كل عقد حالة فردية كل عقد يجب النظر إليه منفردا ما ينفعش أقول لا العقود دي ما بصلهاش أصدير عقود قديمة ما ينفعش أطردها لا كل عقد حالة فردية يجب أن أنا حالة فردية يعني ليش معنى أنه إيجار قديم فخلاص لا كل عقد ممكن يوجد به صغرة سعادة المستشار أو أي محايم كبير ممكن أن هو يطلع على العقد يقول لك آه ده ممكن تسترد وارد وارد جدا 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 وحصلت في كتير من القضايا أن عقود قديمة وانتهت فسخة واتطرد الناس للمستأجرين اللي فيها لأسباب جوه العقد نفسه مظبوط سعادة المستشار طيب يعني إيه الحل في الصراع الدائم بين المستأجر والمالك ده يعني دايماً بتلاقي واحد فيهم مظلوم المستأجري يقول لك لا ده المالك عايز تطلعني وأنا دي مشكلة في الأصل تشريعية وزي ما احنا بدأنا الكلام أن فيه 15 تشريع يتعملوا كان مواصفات الخمسة شهر التشريع كل التشريع منهم بينظر من المظلوم فيرجح كفته عن التاني بعد فترة يلاقوا ده مظلوم يرجحوا كفته عن التاني أصبح الكفتين غير متعادلتين هنا بيجي دور حاجة اسمها القانون المقارن أنا بشوف قضية الإيجار تم معالجتها في الدول المختلفة والمجتمعات المختلفة بأي طريقة وبجمع الطرق دي وبعمل طريقة تتلائم مع طبيعة المجتمع ما هو طبيعي المجتمع مش زي بعض يعني اللي هيتعالج بيه في إنجلترا ما ينفعش ممكن ما ينفعش في مصر لكن أنا بشوف ما هو ما يتلائم مع المجتمع بتاعي وأطبقه بحيث نحدث إلى حد ما التوازن العام المجرد بين طرفي العقد توازن عام مجرد توازن منزه عن أني أفضل مصلحة طرف عن طرف حتى لو إن الطرف اللي أنا هفضله دا ظل سنين مظلوب ما ليش علاقة أنا دلوقتي هوزن الكفة مش هعيد لك حقك اللي سابق يعني هو في أمل ما هو إن شاء الله والتشريع الجديد برضو في أمل يعني التشريع الجديد برضو بيناقش بصورة سريعة نوضح للمشاهدين التشريع الجديد يعني إيه اللي حصل في مجلس النواب إيه اللي اقتراحات لا هو فيه اقتراحات جديدة كتيرة وهو حالياً بيتناقش ولسه ما اقتراحش للمناقشة المجتمعية وما ينفعش أنه نتكلم فيه لكن هو حالياً بيناقش الملامح العامة بتاعته إن شاء الله يعني إلى حد ما كويس أو بيعيد الكفة أو بيظبط الأمور اللي كانت قبل كده مجحفة بالنسبة لبعض الناس لكن ما نقدرش نتكلم عليه بعد ما يصدر أو حتى يطرح للمناقشة المجتمعية نبتدي نتكلم عنه لكن لحد الآن أنها الرهاب الحالية أني هو الملامح العامة كويس يعني الملامح العامة مباشرة إن شاء الله إن شاء الله مباشرة للمالك ولمستشار لا هي مباشرة لضبط الميزان الكفة ضبط الميزان مش بنتكلم مع مالك ولا مستشار يعني ممكن أستاذ محمد يرجع له حقه إن شاء الله إن شاء الله أنا سعدت في لقاء warpigns سيات المستشار وإن شاء الله تشرفنا في الحلقات تمام تمام قالوا لي في الكنترول معنا لسه معنا اتصالات ولسه الوقت ما انتهاش طيب يعني استاذ محمد برده وقال لي شغلني ممكن يعمل ايه؟ طب معلش ارقام سيادة المستشار بس على الشاشة عشان لو حد تحب يتواصل معي علو معنا اتصال تجيفوني علو السلام عليكم عليكم السلام اتفضل كنت عايز اتواصل مع المستشار اتفضل المستشار سمعك تفضل مع المستشار لو سمحت دلوقتي موضوع الايجارات القديمة انا راجر قاعد في شقة ايجار قديم من والدي وعندنا محل بتاع والدي برضو ايجار قديم فالمستأجر اللي هو اللي انا بتفعله الايجار يعني كل شوية ارفني كل شوية يرفع علي قضية عايزة يخرقي يمشيني من السكن والمحل بتاعنا ولكن يعني وبعدين كل شوية قرار الدولة هتمشي اللي بيأجره الايجارات القديمة فانا مش عارف اعمل ايه وفي نفس الوقت انا خايف وانا مش خبير قانون عشان يعني اعرف نظام ايه ومعنديش القدرة المالية اللي انا اروح لمحامي هو يتابعي للقصة دي اعمل ايه يعني انا عايز نصيحة من حضرتك تقدمها لي اروح انا نفذها بنفسي في المحكمة ولا اكبر دماغي خلص من الراجل دو انا كده ماشي قانوني مع داما معايا العقد بتاع شقة والدي ومعايا العقد بتاع المحل بتاعنا تمام اوكي حكاية اكبر دماغي ديت انا افضلهاش لانه طبعا حكم المحكمة لما بيصدر في الحالة ديت اه يوم لاينفع ندم يعني بيبقى حكم محكمة هو بينفس بالقوة الجبرية يبقى مسألة المتابعة هو يجب ان يبقى فيه متخصص في المجال اللي هو بمعنى محامي هو اللي بيتابع القضايا ديت سالسا مفيش حاجة اسمها الملك ارفني وكل يوم يرفع قضايا لسبب انا طالما مستأجر منضبط بدفع ايجاري في توقيته محافظ على المكان وعلى سلامة المكان وعلى استعمال المكان اصبح الملك ملوش عندي حاجة ملوش ان هو هيرفع عليه قضية يقول ايه مفيش اصبحت انا في منقى عن اي قضايا ممكن تترفع علي لكن اتابع لانه ممكن حاجة تعمل ابقى انا متابع وعارف الدنيا ماشي ازاي في المحكمة اه يعني مسألة ان انت معك العقد طبعا انت معك عقدك التزم بعقدك وخلاص مسألة ان كل شوية قرار وهيتردوك وكلام من ده والله احنا بنستنى لما يصدر القرار يعني حتى الاستاذة بتسألني على القانون اللي لسه بيتناقش قلت لا لا احنا ما نتكلمش عنه دلوقتي فمسألة الحكومة هتتردك او هيصدر قرار او كلام من ده دي كلها مسائل لسه في علم الغيب ولسه مستقبلية لما تبقى تصدر نبقى نهتم بها او نتكلم فيه ومكتوب مشاهر ومكتوبة كمان فيه حتى انتهاء المدة حتى اتفاق الترفيين كمان ومكتوبة تحت تلقائي فهو ده ممكن نشيه حضرتك المدة خمسمية تلاتة وستين من القانون المدني اللي احال اليها القانون اربعة لسنة ستة وتسعين قالت اذا اقض الايجار دون اتفاق على مدة او اقض لمدة غير معينة او تعزر اسبات المدة اعتبر الايجار منعاقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة بمعنى ايه الايجار الاجرة دلوقتي او الايجار الشهري بيدفع شهريا العقد المعسيتك ده بيجدد كل شهر من حقك قبل انتهاء الشهر في الخمستاشر يوم الاولى من اي شهر انك تبعت له انذار تقول له لو سمحت انا عايز الشقة بتاعتي في اول الشهر الجديد لو لم ينصع بترفع دعوة طرد لانتهاء العلاقة الايجارية وعدم الرغبة في التجديد تمام العقد المعسيتك ده عقد يعتبر مدته شهر وحاليا بتجدد شهر بشهر طول ما انت ساكت وهو ساكت انت بتقبض ايجارك هو منتفع بالعين العقد ده مدته شهر بيجدد شهر بشهر طب حضرتك وبالي شهر الشهور ما باخدش الاجار بيجدد المحكمة ده سبب اخر من اسباب الطرد او سبب اخر ممكن انا لنت مرفخش الوضعية ما انا بقول لحضرتك ده سبب اخر من اسباب الطرد ويجوز الدعوة ان تبنى على اكثر من سبب يعني يجوز الطرد ان تبنى على اكثر من سبب يعني نبنيها على عدم رغبتي في تجديد العقد المستاجر وعدم سداد المستاجر للاجار ولكن يجب التنبيه على المستاجر بسداد القيمة الايجارية قبل مطالب بطرده لعدم سداد القيمة الايجارية يجب ان انا انبه عليه او اعذره قانونانيا عند حضرتك اي استفسار او سؤال تاني طب حضرتك هو كن معاه واصل هو بتاع المحكمة اللي هو دفع في بيتها اللي هو انزار عرض اه اه ايوه هو ده هو يطرد ولو انه بيدفع اه ده يطرد مع الدافع اه يعني لو انه ما اخلش بالايجار ولا شهر يطرد اه حتى كمان اعليت فلوس مية حتى يطردك كمان يعني مع الدافع كل دي اسباب اضافية اه ويجوز ان تبني الدعوة على اكثر من سبب اه عند حضرتك اي سؤال اخر اه بس معلش يعني مثل اه اه لا المدة ما عديدش كتير دلوقتي لان الاضايا الاضايا اضايا الطرد والاخلق والفسخ للعقود الخاضعة للقانون 4 سنة 96 اه اه دعاوة لا اه اه يعني امادها ما بيطلش في المحكمة الدعاوة اللي بترفع لعدم رغبة المالك في التجديد لانتهاء العقد دعاوة ما بتاخدش مدة كبيرة في المحكمة يعني بيحكم فيها لا لا اقل من سنة بيكون محكم فيها يعني من اول جلسة من سنة من ثاني جلسة بالزبط من ثاني جلسة او ثلاث جلسة بالكتير وبين الجلسة والجلسة بيبقى حوالي اسبوعين او ثلاث اسبوعين بكتير بقى سريعا جدا اه اه عند حضرتك اي سؤال اخر اه معانا بس سؤال من الكنترول اه حكم محكمة الاستقناف اه حكم مع الكفالة اه ده بالنسبة اخد حكم مع الاقاف في محكمة الاستقناف ولكن كان معاه كفالة عشر طلاف جنيه فهل يجوز استرجاع الكفالة او لا اه لان الكفالة هي ضمان مالي لحضور المتهم الجلسة ملهاش علاقة الحكم بتاع المحكمة ايه اه هي دي ضمان مالي لحضور المتهم الجلسة خلاص في الجلسة مع الاقاف خلاص وهو الراجل حضر فعل انا هو الجلسة اصبح دلوقتي مفيش اخلال بشرط الكفالة يعني له الحق انه يسترجع الكفالة له الحق انه يسترد الكفالة بتاعته تاني اوه تمام طيب سؤال برضو تاني من الكنترول اه طلاء المحكمة شرعي ولا طراء المأزون لا الاتنين شرعي الاتنين شرعي القاضي عندما يطلق المرأة على زوجها ده حكم محكمة شرعي وقانون لا هو بيطلق لاسباب الشرع اللي قيله عليها طب وهل يجوز الاستقناف عليه اوه في المحكمة يجوز الاستقناف اه طب ولو عند مأزون لا خلاص بقى عند مأزون في حالتين اصلي في عند مأزون حالتين مش حالة واحدة عند مأزون في حاجة اسمها طلاق غيابي ده في حالة عدم وجود الزوجة مجلس العقد يعني الزوج ذهب بشاهديه الى المأزون وفي حاجة تانية اسمها طلاقة على الابراء الزوج بيبقى مع الزوجة يطلقها على ان تبرئه من حقيقها الشرعية يعني ايه بيلقي عليها بيرمي عليها اليمين بس تتنازلي عن كل حاجة مش عن كل حاجة عن حقوقها الشرعية اللي هي متمثلة المؤخر والعدة والمتعة بس كده ده بتتنازل عنهم هي تماما ما ادلهاش حق في المطالبة حتى بيهم تماما؟ طيب لو المحكمة حكت مثل الزوجة بالطلاق وهو عاوز يستأنف ايه الاجراءات بقى اللي بتتمثل؟ بس على حسب الحكم فيه اسباب ترجح القبول ترجح القبول ولا لا الضرر يقدره القاضي ويقدره القاضي على حسب حال كل زوج وزوج بس اعتقد مدام حكمت لها المحكمة بالطلاق لا مش بالضرورة فيه محكمة اول درجة بتحكم برفض دعوة التطليق مهم ومحكمة الاستقناف تحكم بالطلاق وفيه أحكام محاكم تزهر بالتطليق من أول درجة محاكم الاستقناف تحكم برفض الدعم ها هو الحكم اللي بيبقى نهائي من أول درجة هو حكم الخلعة ده اللي بيبقى نهائي من أول درجة لا يحق للزوجة ل 이게 الاستقناف لا يحق له الاستقناف ولكن الاستقناف لا يوقف التنفيذ يعني مالوش أي علاقة يعني هي مطلقة بعد الخلعة مث mec خلاص. يعني لو استقناف حيردها مثلا. لا لا استقناف واش هيردها ما ما فيش اصلا ولا طعن بالنقط ولا يعني وسائل الطعن. وسائل الطعن في حكم الخلع محدودة جدا. محدودة جدا ولأسباب ضيقة جدا. ليه? الخلع غير مبني يعتبر غير مبني على سبب غير بغض الحياة. امرأة بغضت الحياة مع رجل. تمام. ده الخلع. طيب الطلاق. يعني المحكمة حكمت الامرأة بالطلاق. والزوج استقنف. لو المحكمة حكمت له. هي كده بقى حتترد ولا? لا تعتبر مش مطلقة. لان هي هي لم تطلق بحكم اول درجة. الحكم لم يصبح نهائي. ايه فعلا بيقولولي في الكنترول طب الفترة دي بقى هي مطلقة ولا مش مطلقة ولا ايه? لا الفترة دي زوجته. يعني زوجته. ايه لا ان يصبح الحكم نهائي زوجته. امم. يعني الاستقناف يتم قبل ما ما يكون الحكم نهائي. اه. الحكم حكم اول درجة ليه 40 يوم. امم. اللي اطعنا عليه بالاستقناف. خلال ال 40 يوم دول هي زوجته. اذا الزوج كان استقنف. اذا الزوج استقنف. في خلال ال 40 يوم دول. امم. بتستمر علاقة الزوجية. لحين صدور حكم الاستقنافي. طب ما استقنفش. بنهاية ال 40 يوم. امم. يعتبر الحكم نهائي. يعني هي قبل ال 40 يوم. هي مش مطلقة. مطلقة. اخذت حكم فقط بالطلاق. بالزبط. ولكنها غير مطلقة. بالزبط. بعد ال 40 يوم مطلقة. بالزبط كده. والخلع الحكم نهائي. اه. مطلقة بعدين. طب معناها تليفون. بساعة المستشارة. احمد. احمد مسكندرائي. احمد. على مساء الخير اتفضل. الله ممكن بس اخد استشارة بس مستشارة. اكيد اتفضل. انا كنت عادي عارف بس لو حكم مقناء ايوبات. يمفع في تصالح محامي عام. في بعض القضايا. دي. ايصال امانة. ايصال امانة يجوز السلح امام المحامي العام. يجوز التصالح امام المحامي العام. في ايصال الامانة. وبيصدر المحامي العام قراره في هذه الحالة بوقف تنفيذ العقوبة للتصالح. طب لازم يكون فين الممثل القانوني لفاتل اخر. ايه? لازم موجود الممثل القانوني لفاتل اخر. الممثل القانوني? ليه? لاترف الاخر. للطرف الاخر? القانون. اللي اجاز التصالح امام المحامي العام حدد الطرف الاخر ده مين? والمجني عليه شخصيا او وكيله الخاص. المجني عليه شخصيا او وكيله الخاص. يعني حتى الوكيل العام لا يجوز له التصالح أمام المحامي العام تمام للأسف وقت حلقتنا انتهت مع حضرتك بسرعة جدا وان شاء الله نتشرف بحضرتك في الحلقات الجاية المستشار هشام المناير وأي حد عايز استشارة يكلم ساعة المستشار على الأرقام اللي ظهرت على الشاشة قدام حضرتكم من شوية بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة شكرا شكرا ساعة المستشار